بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على شفا خلق المرسلين سيد محمد وعلى الله وصحبه جميعين ان شاء الله بشوانتين هنبدأ مع بعض الجزء الخاص بالمي بي هنبدأ ناخد المشروع بتاعنا اللي هو الريفة المعماري اللي عندنا ده ونبدأ نعمل الشغل الخاص بالمي بي عليه قبل ما نبدأ مشروع الامي بي بشوانتين لازم يكون عندنا تمبلت يعني ايه تمبلت يا بشوانتين يعني زي نظام سطنبا عندك حاجة كل مشروع انت موجود فيها كل الحاجة اللي انت بتستخدمها ايه هي الدقطات اللي انت بتستخدمها انواع البايبينج اللي انت بتستخدمها للاكسيزوريس كل الكلام اللي انت محتاجه موجود جواه التمبلت ده احنا بدي اعمله مرة واحدة خلال المشروع بنتعف فيه بس بعد كده بيكون جاهز معنا في كل المشاريع بعد كده بإذن الله تعالى فتعالوا ان اتوكل على البركة الله ونعمل اول حاجة التمبلت بتاعنا اللي احنا نستخدمه في المكانة كله وزي ما نقول لحضراتك ومعليش هو اول مرة هيبقى ميل بس بعد كده خلاص هو يكون معك في كل المشاريع اول حاجة بعمل من هنا من قائمة فايل بقوله نيو وباختار من هنا باش منسين ان اعمل نيو بروجيكت لو انا عايز اعمل نيو بروجيكت تمام ده اصلا يعني دي شكل الشاشة عندنا ادي اللي ستارت عندنا لسكريم بالشكل ده تمام فبقوله من هنا كده نيو نيو بروجيكت بالشكل ده فباجي من هنا ببدل كلمة بروجيكت بتقولل حاجة اسمة جهزة يا بروجيكت تمبلت وبعمل هنا براوز عشان اختار الانجليش عايز حاجزها تكون اهم ليه الوحدات الميترك مش عايز الانش والبوزه ولكلام ده كله فاغي من هنا هلاحظ ان دي كل التمبلت الموجودة عندنا بالشكل ده كدا بشتما disease اهو دي كده الكترك الموجودة كل اللي ي Löمنج لو انت عاiotت نشتغل فقط انما احنا ناجحن نشتغل ميكانيكل عايزين نشتغل حاجة ميكانيكل بالكامل تمام كده فانا بايجي من هنا على الميكانيكل دي فولت مترك بالشكل اللي ده ده هو ده اللي انا هستخدمها عندي هقول اوبن لو مش موجودة على حضرتك ان شاء الله انا هسيبق لك وبختار نوعي يكون بروجيكت تيمبلت عشان ايه هبدأ اشتغلها بروجيكت تيمبلت بالشكل ده هيبدأ البرنامج يحمل لتيمبلت اللي هي الجهزة اللي موجودة عنده بالشكل قدامنا ده كده باش مانتسين بنلاقي التيمبلت دي موجود فيها بعض الحاجات الم المساعدة على سبيل المسال الراجل عمل لنا الجزئية بتاع الترتيبات اللي هو مثلا هنا ميكانيكل اللي احنا شرحناه في المعمري اول راجل هنا عمل هاري البرامتر ده موجود جاهز هللاحظ كم انه عمل لنا هنلاحظ لانا رحت على قائمة اللي هي خاصة بميكانيكل هلاقي انواع الداقتات المختلفة اللي انا محتاجها هاروح مثلا على سبيل المسال على البيب هلاقي برضو انواع من البيب اللي انا هحتاجها عندي نبدأ كده على بركة الله ونشوف ايه هي السيستم اللي انا هتعمل معي بشمانسين لو جينا مثلا نبص على مشروع ميكانيكا بالشكل قدامنا ده كده بشمانسين هلاحظ ان اول جدئية هتعمل معاها هي الاتشي فاك اعمال الاتشي فاك سواء كنت هشتغل تكييف مركزي زي اللي احنا هنشرحه بإذن الله تعالى او هشتغل على اسبرتليونيت وبرضو هنشرح برضو موضوع الاسبرتليونيت بإذن الله تعالى طيب لو جينا نبص نبدأ اول مرحلة عندنا مرحلة الاتش فاك سيستم بوسها بشمانسين اي حاجة بقف عندها انا هسألك اربع اسئلة هتلاقي المعظم اربع اسئلة ممكن يقول لي ما فيش مشكلة بس الاسئتين عندنا اربع اسئلة اول حاجة نوع الضقت اللي انت هتستخدمه يبقى الطيب مهم جدا تاني حاجة لازم نروح على الفاميلي السيستم بتاع الضقت يعني احنا لو رحنا هنا على ايه على السيستم لازم اعرف ايه هو السيستم اللي مستخدم عندنا التالي حاجة هيا الفيتنج اللي انا هستخدمه رابع حاجة هيا الاكسسوريز اللي انا هستخدمه ما فهمتش حاجة تعالى كده انا نبص على المشروع اللي عندنا هناritt لو جيت بصيت عالمشروع ده بشمانسين هلها ان الدكت سيستم عندي في حاجة اسمها سوبلاي اللي هو حاجة اسمها اللي انا ويفت من هنا Buddhs ده لايهwide دى كده اللي انا ايه بدخل منه الهوا البارد وبعد كده في retern اللي انا باخد بقى الهوا ده عشان نرجع اباراته تاني يبانا في عندي سبلاي هتلاقي حتى باللون الاخضر هتلاقي في عندك الريتيرن اللي انا باخده من هنا كده وفي بعد عندك حاجة اسمها الاخير الخارج بقى يبانا في عندي سبلاي في عندي اكزاست مثلا انه هو ده عند اماكن الحمامات اللي هو بتاع الهواء وفي عندي سيستم رابع وده مش في كل الاماكن هتلاقيه اللي هو الفريش اير ان انا عندي بضخ هوا فريش للمكان الموجود عندي فانا عندي اول حاجة بالنسبة للسيستم لو انا فكرت كده يبانا عندي اربع سيستم طيب هتلاقي هي ده صاغ بس صاغ من فاملي معين من نوع معين يبانا كده باش مانسين اول سؤال جابت عليه اللي هو ادي ادي السيستم في عندي اربع سيستم في عندي اجزاست في عندي سبلاي في عندي واقوله من هنا كده ودير ورينيم واقوله في عندي ده اسمه فريش فريش اير بالشكل ده يبانا كده عندي الاربع سيستم اللي موجودة عندي انا كده عرفتهم هما دول انا محتاجهم في الدك سيستم طيب الطيب بتاعي باش مانسين لو جاي ببسيط على الطيب هتلاقي في عندك حاجة اسمه أوفل ده ندي رام بالاستخدام احنا بنستخدم دايما الميترد الوه ده بنسبالنا ده بس هبستخدم الريديوس هنعرف ان الفرر ما بينهم بدلاتي حاليا الراوند ده باش مانسين لو انا ما عنديش سقف ساقط لو انا مثلا عندي المشروع بتاعي مثلا مكتب مثلا وبدون سقف ساقط بدون سيلنج فما فيش سيلنج فأنا محتاج الحاجة يكون شكلها حالو فبنعملها راوند بنعملها دوران مثلا الملات لو حضرتك الملات راحت مثلا اي مل او راحت مكان زي كرفور او اي حاجة بتلاقي مفيش ساقط فبتلاقي الدغطات زهرة قدامك فبالتالي بيعملها على راوند سيستم الفرر ما بين الميترد ال بو تي وما بين التابس والكلام ده كله تعالوا ناخد كده مثلا لو انا راحت على الراجل داكنا وحبيت ارسم دقته بالشكل ده وعملت هنا راوند ورحت جاي من هنا عملت ادي جزء بالشكل ده اول نوع هنفهم بس ايه هرسمهم بعد كان ايه نقارم ما بينهم تعالى نرسم نفس الكلام من هنا كده ونشوف ايه الفرق اللي هيظهر عندنا تعالى كده نظهر الراجل ده كده من هنا كده اظن الفرق بدأ يظهر قدام حضرتكو يعني ادي الراجل ده كده من هنا كده بالشكل ده ومن هنا بالشكل ده وتعالوا بقى نجي هنا على الراجل ده ولكن انا هقلل الويتس بتاعي شوية تعالى نشوف نخليه مثلا مية ونشوف ايه اللي هيتام وتعالى على الراجل ده هنقوله بان هيه او درو داكت عادي خالص جدا دي الويتس خليه مية بالشكل ده اهو هنا ها يكليك هول درو داكت خليه مية وتعالى نشوف اللي هي اللي هيه يحصل عندنا درو داكت هصغر كترة خليه مية وقوله بالشكل ده باش مونتسين لو جاينا نبص على كل نوع من بينهم هتلاحظ ده اول نوع اللي هو الميتور داكت اللي هو العادي هتلاحظ ده شكل الكنيكشن لما يكون عندي كروس الدارجة عندنا والشائح هو ده الريديوس الابو اللي هو الريديوس الابو اللي هو الريديوس الابو بس مع بعض التزبيطات عشان كده هاجي من هنا هقوله ادو type duplicate هحط اسم يابله او اسم المشروع طبعا بس عشان نسمي المشروع بتاعنا وليكن اسمه حاليا عشان يبعرفين ايه انا اشغل عليه طيب باش مونتس كين ما حصل شاي حاجة انا مفروض انا محتاج السيستم يكون شكل ده شايف شايف حتى شكل ده الشو ده كده شكل الكنيكشن شايف شكل الكنيكشن من هنا كل الحاجات دي هتلاقيين يا باش مونتس عمل لك فولدور من هنا كده موجود في كل حاجة موجود في المودلس اللي احنا نستخدمها موجود في الدرومج اللي احنا نطلعها خلينا ايه في موضوع هنخش على ميكانيكل هنخش على ففي الدكت بتاعنا يا باش مونتسين هنلاحظ ان انا اول حاجة محتاجة هو الدكت فيتنج اللي احنا لسه نتكلم عليه دلوقتي فهمسك كل دي ورح جاي ضايفة في المشروعينة ومنتقى السولة بالشكل ده كده طيب بعد من ضافت بعد من ضافت عندي هروح على ادي اللي انا لسه مزبطه حاليا دلوقتي هوت اللي انا لسه عامله مسميه اي جي هروح بقى على كل دي ابدأ اضافها من هنا هتلاح اسم اولها اي جي هتلاح انا حطها مسميها لك فخلاص الموضوع هتلاح سهل عندك اي جي كل اللي هتمسك اهو الموجود فيهم اهو اي جي اللي بدأ باسلام جميل مثلا او انت طبعا هتزبط البداية بتاعتها على حسب اسم المشروع اللي حضرتك هتشتغل عليه اهو من هنا كده وطرح جاي اي جي اهو من هنا كده وتعالى نقول له اوكي اوكي تعالى نشوف ايه يحصل يا بشوانتين هاللاحظ بقى بشوانتين ان ده بقى خلاص بقى في كل الفيتنج اللي انا ايه عايزة لو انا جيت من هنا كده اعملت تي شايف بقى اهو بقى ده الشوى عندنا اهو لو انا جيت من هنا اعملت اي دي شكل الدوران جيت من هنا رحت جاي مختار الويتس بتاعنا وليكن بقى متين بالزبط كده وجيب بوبص على شكل الكنيكشن اي دي شكل الكنيكشن عندنا بالشكل ده فهتلاقي زبطت عندي هنا كده اي دي الدكت بتاعي يبقى كده كل الدكت بتاعي موجود عندي هلاحظي باش منسين كمان ان السيستم عندي فيه حاجة اسمها اكسسوريز يعني مثلا انا محتاجة اعمل من هنا volume control dumper بالشكل ده يبقى انا عندي ده محتاجة اضيفه عندي ال smoke dumper مثلا عندي ال fire dumper فكل دي اكسسوريز انا محتاجة على السيستم بتاعي يبقى انا السيستم فيه type اللي هو النوع ال dukt اللي انا هستخدمه قلنا خلاص هنستخدم اللي هو ال eg ثبتت خلاص لنفسي فيه فيه السيستم دي تاني حاجة فيه الفيتنج اللي احنا ضفناه فيه ال اكسسوريز هروح جاي برضو رايح على من هنا كده هتلاقي فيه عندك حضرتك addl accessories اللي حضيك محتاجة اهو رح جاي واخدهم من هنا ورح جاي وضيفهم بالشكل ده هيبدأ يعملي loading لهم جوه ال project فانا لو رحت من هنا اقولت له على سبيل المسال عايز volume control dumper اقدر احط volume control dumper على سبيل المسال محتاج اهو اي حاجة بس كده اعمل في السر هيجيبلك اللي حضرتك ايه لسه addl smoke dumper تدري تحط ال smoke dumper عايز تحط مثلا volume control non return dumper اللي انت عايزه كله ايه تدري تضيفه بونتها سهولة بالشكل ده اخلي بس الازهار فايل عشان كل حاجة تظهر عندي بالشكل ده كده باش مانسي يبقى انا لو بصيت حتى في السري دي اهو ادي الشغل بتاعنا ظاهر بدون اي مشكلة تمام بالشكل ده وادي ال accessories موجود عندنا بدون اي مشكلة يبقى دي كانت اول نقطة مهمة عندنا في موضوع الدق الدكتنج يبقى ده اول سيستم بتعامل معي باش مانسين هو السيستم الخاص بالدكت يبقى انا كده خلصنا موضوع الدكت الجزء التاني عندنا باش مانسين اللي هو ايه اللي هو التيرمينال ايه بقى التيرمينال اللي هي المخارج بتاع حضرتك من هنا دي كده في جزء المخرج بتاعنا اللي هو بيخرج الهواء اللي هو بتاع يبقى ال supply وفي جزء تاني اللي هو بيسحب ال return اللي هو بياخد الهواء بقى تاني عشان يرجع يبرده مرة تانية يبقى انا في عندي supply في عندي return طبعا لو انت عند حضرتك في اماكن حمامات بتحتاج جريل خارجي برضو من هنا كده لوفر عشان خاطر الهوايات اللي موجودة عندك في رفس الكلام برضو لازم يكون ده موجود عندي في المشروع بتاعي في البروجيكت بتاعي فهاي جافتح من هنا كده باش مانسين ادي طبعا ادي الفيتنج خلصنا مالدقت نروح على ال air terminals هلاحظ ادي كل ال air terminals اللي انا عايزها ادي ال exhaust air ادي حتى لو انت هتشتغل round موجود فرش air موجود return air موجود كل شي عندنا موجود بالتفصيل فكل اللي اعملو هراح جاي مختار كل ده وراح جاي ضايفو للبروجيكت بتاعنا عشان خاطر يكون موجود عندنا كل اللي انا محتاجه عندها باش مانسين تمام؟ نقطة مهمة جدا جدا عندي انا رجيت برضو من هنا كده راحت جاي رايح على ال air terminal بس كل اللي علي اكتب eg في search eg هيبدأ هنا كده في search eg هيبدأ يجيب لي كل الانواع اللي انا اضفتها سواء كان exhaust بالمعساب بتاعتنا ولكن 60 في 60 على حسب السقف ال ceiling ده كده ادي ال exhaust اكتب برضو eg ادي هنا ادي ال round اللي انت محتاجه طبعا احنا محتاجين بس host يتمسك عليه هنعمله برضو بازن الله هنا برضو ادي ال fresh air side lever اللي هو الخارجي هنا ده كده ادي ال return اللي عندنا ادي ال return اهو بالمعساب برضو بتاعته اللي انا محتاجه اهو في عندي side grill كل اللي انا محتاجه هنا موجود عندي بالشكله ده مده كده باش منسين باذن الله تعالى عشان خاطري اقدر اشتغل بمتاز سؤول تمام يبقى احنا كده برضو ايه ضيفنا موضوع ادي عندنا بالشكل ده وتاكمان دي مزيتها instance اقدر اتحكم بقى لو انا محتاج بلونيوم ولا مش محتاج بالشكل ده ادي البلونيوم و ادي من غير البلونيوم بالشكل الده ماشي راح جامسك الراجل ده و اقولو ايه delete بالشكل اللي عندي طيب انا كده برضو ايه ضيفت ادي ال air terminals اللي موجود عندي بالشكل ده في عندي برضو mechanical equipment يعني حضرتك دلوقتي في السيستم بتاعك لو انت شغال ايتشفاك فانت محتاج فان كل يونت يعني انت محتاج دلوقتي المروحة بتاعتك اللي هتبرد الفان كل يونت الموجود عندك لو حضرتك موجود في سقف فوق فانت برضو محتاج مثلا في التاكيف لو اس بلت محتاج وحدة خارجية لو تاكيف مركزي محتاج اللي تشولر يعني كل الحاجات اللي انت ايه اللي انت محتاجها بالنسبة للميكانيكا برضو انا هتطالق هنا برضو عشان نستخدمها بموطة السهول ادي الاكويبمنت هو خاصة بالاتشفاك اهم هنا مع الاي سي يونت لو انت شغال اس بلت والاوت الخارجي ال air curtain اللي هي الهوايات الاكزوست الفان كل يونت كل ال LI انت محتاجه هنا هنشوفهم برضو احنا بنتطبق واستخدمات بكون عاملة ازاي ف filtлять ازاي عشان برضو لما ارجع الى the mechanical equipment الاقيi كل الميكانيكا لانا عايزه فبضغط من هنا على mechanical equipment اكتب بس من هنا في search and g اللاحظ بقى موجود عندي كل المكون كل foreign equipment ال ايه انا عايزه هنا こلي انا ايه عايزه ايه ايه خاصى للجزء خاص بالochاتشناب هوجزه بالستخدمات الجزء الخاص بالتكييف لنقفل على الأنظمة الثانية وهو موضوع التشيلر التكييف يحتاج موسير لكي يمشي فيها الفريون وهو الووتر وهو المبرد وهو الووتر وهو المبرد ومسهورة للراجع وبالنسبة للرفريجونت هلاقي برضو عندنا مسهورة للسبلاي ومسهورة للراجع فعشان كده باش مانسين لازم اروح على البروجيكت بتاعي زي ما احنا قلنا نفس الكلام اول حاجة اروح على اي سيستم موجود له اربع حاجات الطيب بتاعه السيستم بتاعه الاخسزيريس والفيتنج الخاصة بيه فاروح من هنا على البيبنج انا عندي هنا كده حاجة اسمه الشيلد ووتر هاجينا على الشيلد ووتر اللي هي خاصة بالHVAC احنا بنحب نسميها HVAC بايبنج احنا بنحب نسميها HVAC بايبنج بالشكل HVP وقوله كي انا كده عرفت طيب لها المسهورة دي او ايه الماتيريال المستخدمة ايه هي الماتيريال اللي احنا بنستخدمها عندنا باش مانسين في المواسيط دايما باش مانسين بيكون عندنا نوعين كبر وستيل طيب ايه كبر ايه فاحنا عندنا على سبيل المثال لما بيكون عندي الصيز مثلا من 6 ميلي لحد 25 ميلي ده بيكون كبر ايه ده بيكون ايه طبعا ده بيكون ضمن مواصفات المشروع على سبيل المثال مثلا لو عندك مثلا مشروع زي ده خلينا مثلا نقول الفايل زي مثلا عندك دي مثلا سامبل ارفع لكم بدف لو فتحنا مثلا حسنا الأحيان هنلاقي عندي دايما الشيلد ووتر سبلاي والشيلد ووتر ريتيرن وفي عندي المبرب عندنا الريتيرن والسبلاي تمام طيب لو جينا نبص دائما على الماتيريال هتلاقي دائما مفروض نوصف للماتيريال عندنا هيولك هنا مثلا اول شيلد ووتر بايبينج شال بي ستيل قربون اسكاديول فور يعني الشيلد بايب كذا والرفريجينت بايبينج شال بي كبر يباحنا عندنا الرفريجينت بايب اللي هي بيكون الاكتار بتاعتها صغيرة ماشي ستة ميلي والكلام ده كله فبيكون من ايه من الكبر وماشي وبعد كده الاكتار الكبيرة اللي هي خاصة بالشيلد بيكون من الكاربون او الستيل تمام فانا عندي اربعة سيستم عشان كده بقول الحقيقي بيكون في اربعة سيستم فانا بختار من هنا يكون كاربون وده بيكون ستيل اسكاديول فورتي ماشي يبقى ده كده من هنا برضو لسه هنتكلم على الجزية دي دلوقتي يبقى ده ادي البايب سيجمنت وبالشكل ده وبرضو ايه اخلي بداية من الاول ايه ستة ستة ميلي بالشكل ده اخليها من الاول بداية بالشكل بالشكل ده كده لا بشري ماشي ده كده البايب نفسها لو انا رسمت بمسلاة بايب نفسها بالشكل ده لازم تخليه فاين عشان ايزار معك اعرف اولا ايه هو بسطرا ايه هو بطائب بتاعها ديه كلها انواع في الاتحيباك عندنا بشري لازم نروح كده على البيبينج سيستم الاتفاك زي ما احنا قلنا فيه اربعة سيستم فمسل على سبيل المثال هنروح على الهيدروليك مثلا ده وسبلاي مثلا قوله ايه ففي عندي مش منسير اول حاجة الشيلد ووتر زي ما احنا قلنا الشيلد ووتر سبلاي وبعد كده في عندي الشيلد ووتر دوبليكات هنا الشيلد ووتر الوثير ويتير بالشكل ده وفي عندي الـ inkles ووثير بنسبة الشكل دهamy كده بشان لمستحود الصندوق وصل spontana water один tare دي عالي سابلاي سابلاي بشكل إلي حيث نقدر سابلاي 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 شابه تسبب ال4 نريد أن أقوم بإبطاء مسلا هنا سابلاي روحت أن كل شيء يوجد مثلا ادى سبلاي لون لون مثلا ده بالسيان ده باللون الاحمر فانا عايز افرق ما بينهم يبقى لازم اروح على السيستم ادى السبلاي دابل كليك عليه عشان اجيب البربرتي فيه هنا حاجة اسمها الـ Graphic Override فانا بختار من هنا يكون solid وبديله بقى اللون اللي انا عايزه ولي اكون من هنا ادى لون السيان لو انا اخترت الراجل ده وقلت له مثلا المصورة دي دي شيلد ووتر سبلاي تعال من هنا كده ادى شيلد ووتر سبلاي هلاحظ ان ايه خدت ادى لون السيان اخذ منه قبي من هنا كده من هنا من هنا ومن هنا طيب بالنسبة للـ Return اختار الـ Return اختار من هنا يكون solid وباللون الاحمر من هنا كده امسك بالبيب احدد السيستم اللي انا اشغال عليه ادى الـ Return هنلاحظ لونه بعمل احمر لواحده هنا كده الـ Refrigent سواء كان سبلاي او سبلاي او سبلاي او سبلاي او سبلاي احنا بخليه باللون الـ Orange دلوقتي انا عرفت type اسميته من هنا HVP System ماشي الاتسفاق وعرفت السيستم زي ما احنا فاضل عندي Fitting و Accessories فهروح بنفس الاسلوب هروح على Library Mechanical هروح على Pipe هنلاقي هنا الانواع زي ما احنا في عندي الكابر ايه اللي احنا هنستخدمه فبهضيف الكابر ايه تمام عشان لسه عندنا في الصرف الصحي في الدرينج انا اسف في الصحي لسه في عندنا ال UPVC ونفس الكلام في المية ال UPVC برضه عندنا فاختار برضه ده واضيفه من هنا كده بالشكل ده بشوانسين اهو وممكن اضيف برضه ال UPVC بالبرة عشان ايه لما ايجا اشتغل الدرينج يبقى موجود عندي جوه تمبلت بتاعي بمنتاج سول اضيفت ال Fitting دولة بشوانسين او اه او 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 ا قصد يعني طيب ده و اذا ادخل على ايده الطيب منساش انا اغير ادي الماتيريال عندنا بالشكل ده اهو وايجي بقى هنا على ال ال At ab كل اللي عليه ا اديى اي جي احنا خلاص من 6 ميلي لحدي 25 ميلي احنا نقل ده نخليه كبر ايه تمام؟ فعشان كده لازم اختار الجزء الخاص بـ carbon يبقى بعد كده اللي تحته خاص هنا كده استيل كاربون 40 مهم جدا عندنا بشمل هنا كده ده كده قدي الكبر A واللي تحته يكون estyl carbon مش ال privacy استيل كاربون هنا كده الكبر هنا كده قدي استيل كاربون هنا كده قدي الكبر فين الكبر قدي الكبر ايه وهنا ادل ستيل كاربون سكاديول فورتي هنا كده هنضيف برضو لو في حاجة زي كده ما فيش فعل اثنين اضيف بقى هنا فاختار من دي يكون زي ما احنا نقبر ايه وبرضو يكون من ستة ميلي لحد خمسة عشرين حد خمسة عشرين ميلي والراجل المحترم ده من اول اثنين وثلاثين لحد ستة ميلي واختار الطائب بتاع اي جي اهم حاجة تكون بادئ ب اي جي زي ما احنا نقول ستيل كاربون بالشكل ده هنا مش محتاجة هنا بالشكل ده كده باش مانسين ادي كاربون ايه وادي الراجل ده المحترم هنا ادي الستيل من هنا كده بالشكل ده تعال كده ادي الستيل تعال اقول له اوكي اوكي طب يا باش مانسوا ايفهم الكلام ده ازاي تعال بقى نرسم تاني اقول من هنا create similar او CS اختار من هنا يكون الديمتر ولا يكون تمانية ميلي تعال نشوف هيرسم ايه بالظبط تعال كده لو انا رسمت ادي الديمتر تمانية ميلي بص كده اواتوماتيك الل nur اواتوماتيك الل нужно طول موجود عندنا مجرد بس ان هو بيشوف ايه السيستم طيب هنشوف كمان هنلاحظ كمان شكل الفيتنج هيختلف لو انا مثلا جيت من هنا عملت كده زاوية تسعين هو اوتوماتيك حط لو انا عملت الانترسيكشن من هنا بالشكل ده هتلاقي كل حاجة اتزابطت فيها هنلاحظ برضه باش مهانسين ان احنا عندنا السيستم ده مليء مفيش فيه تقيد بزاوية معينة عكس مسلا بعد كده يعني سمي المسال لو انا روحت على البايبنج من هنا دغطت هنا بالشكل ده هلاحظ ان الادل بايبنج هو الادل بايبنج سيستم اهو الادل انجل والكلام ده كله السيجمنت والكلام ده كله الادل انجل هنلاحظ ان الراجل ده يوز اي انجل يقدر يتعامل معه فطبعا بالنسبة للبايبنج مفيش مشكلة انها ما بعد كده بالنسبة للدرنج احنا عندنا 45.90 درجة فقط فبرضه هنلاقي الجزء دي فانا ممكن ايجي على بايب من هنا برضه نفس الجملة دي ممكن اروح اجيبها من هنا سيجمنت اند سايز اهو شايفين دي كل السيجمنت فيه ناس يا باش مانسين مثلا بيتحب يتعرف المصورة دي بالانش يعني مثلا بدلا ما يكتب 25 ميلي يكتب مصورة مثلا واحد بوصة مثلا يعني او نص بوصة او واحد ونص بوصة او اتنين بوصة وهكذا يغير بس المسمة ده بدلا 25 ميلي يديله مثلا المكافئة ليها بالنسبة للانش خبالك تختار الطايب بتاعك من هنا اهو ادي الكاربون ايه وادي الستيل كاربون سكاديول اربين تقدر تعدل وتضيف سايز وتحذف سايز ولين انت عايزه هنا الزوايا تقدر زي ما احنا نستخدم اي انجل او اقدر احددله زوايا بعينها بس هي دي اللي تستغل عليها طبعا هنا هنقول له يوز اني انجل وبالنسبة لكم لا تريد الكارب وحاجة ترشفت مع paibe گو بتاعتي وادي شكل بمنتهى السهوله بي acho puis 80 مثل check valve return valve وويتر ميتر مثل joining مثلا عندي مصورة ومصورة عايزة ربط ما بينهم على سبيل المثال هنحتاج كتير جدا ال Y join ثانيا اهنا كنا بس بيحط كل اللي قبلك ده اول سيستم عندنا في البيب لسه عندنا في درينج سيستم في عندنا الفاير فايتنج في عندي الووتر سبلاي سيستم كل ده لسه نتكلم معنا هاجي من هنا مثلا سبيل المثال او انا عندي بايب مثلا مية وخمسين ميلي اهو بالشكل ده البيب دي مثلا اقدر حط عليها من هنا من سيستم اقوله بايب اكسسوريز وليكن عندي الواي جوين بالشكل ده اهو بالشكل ده اقف نقوله درو بايب اهو طبعا عشان قطر محتاج للكتر يكون 20 ميلي احنا واخدين كتر كبير اوي اقدر من هنا اربط ده بي ده منتجه السهولة بالشكل ده اهو وقدر اجيب بايب تانية ولو كريت سيميلر اجي من هنا او اجي من هنا اقوله اقف عليها درو بايب ادي واصلة وادي واصلة تانية اقدر اضيفها منتجه السهولة من هنا يعني دي من ضمن ايه الاجزاء الموجودة عندنا بالنسبة لايه الاجزاء وكذا تقدر تضيف اي اجزاء اي اجزاء تانية هنحتاجها احنا شغالين اثناء البروجيكت بتاعنا ان شاء الله هنبدالي نتكلم فيها على طول بإذن الله انا كده اضفت الجزء بتاعت البايبينج سيستم واضفت الجزء بتاعتها نتكلم على درينج سيستم والفايرفايتنج سيستم والووتر سبلاي سيستم خلينا نخليهم في فيديو تاني عشان ما نتودش اكتر من كده عليكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته